لا تزال تداعيات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي في العراق مستمرة في الوقت الذي تستعر فيه المعارك على عدة جبهات كانت الموصل أسخنها منذ عدة شهور الحشد الشعبي لم يخرج عن صبغته الطائفية منذ نشأته فقام بسلسلة جرائم أبرزها ما نقله المركز الوطني للعدالة في العراق عن وثائق تثبت نهب وحاق ثمانية آلاف منزل في تكريت بعد سيطرة الحشد عليها عام 2015 كما أكدت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 2500 نازح من الفلوجة أسروا قصرا وقتل المئات منهم تحت التعذيب بينما لم يعرف مصير الآخرين وفي السقلاوية قام الحشد حسب شهود عيان باختطاف أكثر من 600 شخص تم تعذيبهم ثم قتلهم بدم بارد تطول القائمة حين تذكر جرائم الحشد وتسرب للإعلام بعض هذه الجرائم التي نفذتها الميليشيات بحق المدنيين منها حادثة دهس أحد أطفال الموصل بالدبابة وشواء أحد سكان الفلوجة حيا وأخذ الصور إلى جانبي هذه الجريمة البشعة واليوم ترد التقارير بشكل يومي إلى الأمم المتحدة عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي تجري بحق مدني الموصل وتقول المنظمات الحقوقية أن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف حاليا على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية إذ تمارس بحق المعتقلين فيها انتهاكات ضد الإنسانية ويشكل الحرب على الإرهاب في العراق منذ عام 2014 ذريعة لزيادة تسلط الحشد على مفاصل الدولة العراقية ويوصف الحشد الشعبي بأنه مؤسسة طائفية بحتة تقاد من قبل ضباط إيرانيين فالحشد ينفذ خطة فصلت وحيكت في طهران وليس سرا النهج التدميري للحشد ضد المناطق ذات الأغلبية السنية الأمر الذي يزيد عمق الجرح الطائفي في العراق اشتركوا في القناة